موسيقى نشرة الانباء الصوتية ليوم الجمعة 11 تشرين الثاني 2016 مع سامر ابو المنى باشراف مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي موسيقى كتب رئيس اللقاءة ديمقراطية النائب وليد جونبلاط على تويتر بعض الطفيليين يعرقلون مسيرة التأليف لكن يجري التعامل معهم جونبلاط الذي يبدو مهتما جدا في انطلاقة ناجحة للعهد للبدء بورشة النهوض بالبلاد لاقى موقفه من شكل الحكومة تأييدا من رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان الذي كتب على تويتر نتفق مع وليد بيك في نظرتنا ومقاربتنا للحكومة المقبلة في ان تكون حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريدي قال نحن الطرف الوحيد الذي نطالب بالاسرع في التأليف وليست لدينا شهوات سلطة او وزارات ونحن مبادرون لتسهيل تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن ونأمل من الجميع تسهيل التأليف والانطلاق بالعمل لمواجهة التحديات خصوصا ان الحكومة مضطرة لانجاز استحقاق الانتخابات النيابية في موعدها واضف العريدي نحن امام خيارين اما ان نذهب الى اتفاق بشان قانون الانتخاب ونحن منفتحون على كل الصياغ او الانتخاب على اساس قانون الستين العريدي وخلال لقاء حواري بدعوة من جمعية الخريجين التقدميين في مركز الحزب التقدمي الاشتراكي وطرم سايتبي قال ان ما يعنينا كحزب ولطالما كنا نتحدث عن ضرورة عقد تسوية سياسية شاملة ان نعقد اتفاقا فيما بيننا خصوصا ان هناك الكثير من الاستحقاقات الداخلية التي لا علاقة لها بما يجري من حولنا وفي العالم كموضوع الكهرباء والمياه والنفايات التي اغرقت الشوارع لقاء الجمهورية وبعد اجتماعه برئاسة الرئيس ميشيل سليمان طالب بان تلتزم الحكومة العتيدة اعتماد المداورة في الحقائب والاسماء والوظائف الاساسية بشكل تدرجي وفصل النيابة عن الوزارة لمزيد من الشفافية وعدم اغفال دور المرأة لاعلاناتكم الاتصال على الرقم 03-070124 اعتبر الرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ان ما ورد حول الابعاد الاقتصادية في خطاب القسم يمثل التخطيط الشامل للاقتصاد ومجمل المخططات القطعية ولكن بما اننا في نظام اقتصادي حر فالعمل يقع على عاتق الجميع على اساس التضامن ودع عون امام وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار الى فصل الخيارات السياسية الخارجية عن الداخل اللبناني الرئيس عون استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن يرافقه وفد من قضاة المذهب الدرزي واعضاء مجلس ادارة المجلس المذهبي وشكر الرئيس عون للشيخ حسن والوفد زيارته مؤكدا على اهمية وحدة اللبنانيين عموما ووحدة ابناء الجبل خصوصا وبعد اللقاء ادل الشيخ حسن بالتصريح التالي زيارتنا اليوم هي لتهنئة فخامة الرئيس في العهد الجديد برفقة اخواننا قضاة المذهب وعضاء مجلس ادارة المجلس المذهبي وقد تمنينا له التوفيق وان يكون عهده خيرا تتحقق فيه الخطوات الاساسية لاستقرار لبنان ومنعته بتضامن ابنائه ومن خلال النهوض الاقتصادي واضاف الشيخ حسن لقد جددنا املنا في غد افضل للبنان يكون مفعلا بالسلام والمحبة والوفاق واكدنا لفخامته على اهمية العيش المشترك بصورة خاصة في الجبل وقد شدد فخامته على سلامة الوطن واهمية هذا العيش ونحن نسأل الله ان يسدد خطاه وخطى الجميع لما فيه خير لبنان رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل رئيس الحزب الديمقراطي لبناني نائب طلال ارسلان الذي شكره على موقفه باسراره على تمثيل الحزب الديمقراطي في اي تشكيل حكومية معتبرا ان الرئيس بري كان وسيبقى الضمان لحقوق الجميع استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري السفير الروسي اليكساندر زاسبكين وعرض معه التطورات السياسية في لبنان والعلاقات الثنائية نقل القائم بالاعمال السعودي وليد البخاري الى وزير الخارجية جبران باسيل رسالتين واحدة من السلطات السعودية وثانية من نظيره السعودي عادل الجبير بخاري زار مكاتب مجموعة الاقتصاد والاعمال واكد في كلمته حرص المملكة الدائم وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين على سيادة لبنان واستقراره السياسي والامني والحفاظ على افضل العلاقات معه وان المملكة كانت ولا تزال على مسافة متساوية من جميع الاطراف وهي مع كل ما يتفق عليه اللبنانيون افتطح في مبنى دائرة هندسة العمارة والتصميم في الجامعة الامريكية في بيروت مكتبة شمس بالتعاون مع كياني وبحضور رعية الحفلة سيدة نورا جنبلاط ورئيس الجامعة الدكتور فضل خوري وحشد كبير ضم ممثلي الجمعيات واسادذة وطلاب واعلاميين المكتبة وهي مخصصة للاطفال اللاجئين في البقاع وضع تصميمها على مدى حوالي شهرين ثمانية طلاب من دائرة هندسة العمارة في الجامعة السيدة جنبلاط اعربت عن الفخر لوجودها في الاحتفال ممثلة فريق عمل جمعية كياني وتمحورت كلمتها حول أزمة اللاجئين السوريين وتركيز جمعية كياني على العمل في القطاع التعليمي منوهة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية المهم جدا لنجاح الجامعية وفي ختام الحفل قدم رئيس الجامعة مفتاح المكتبة للسيد جنبلاط مثنيا على هذا التعاون وقال إن حقيقة عمق التزام السيدة جنبلاط بقضايا اللاجئين وغيرها هو أمر ملهم بحد ذاته أكدت اتحادات ونقبات قطاعات النقل البري الاستمرار في الاعتصام أمام مراكز المعينة الميكانيكية وتنفيذ مسيرات سيارة باتجاه وزارة الداخلية والاعتصام أثلثاء المقبل أصدرت وزارة الصحة العامة تقرير الأسبوعي لحملة سلامة الغذاء وفيه جملة قرارات إقفال وتلف وتسوية أوضاع التقص المتوقع يوم السبت غائم بصحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة نسبيا تابعوا المزيد على موقع جريدة الأنباء الإلكترونية أنباءونلاين دوت كوم أو على تويتر آت أنباءونلاين وفيسبوك أنباءونلاين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر